بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن القواعدة المهمة في ضبط الآيات المتشابهة قاعدة الربط بين سورتين فأكثر بمعنى أننا حين نتأمل في بعض المواضع متشابهة نجد هناك ترابط وتطابق بين بعض المواضع متشابهة ومن ذلك مثلا التفكر قبل التعقل في سورة النحل وفي سورة الرعد ففي سورة النحل ونقصد به الموضع الأسبق في أول السورة إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون ثم يعقلون نفس الترتيب هذا جاءنا في سورة الرعد إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون فجاء التفكر قبل التعقل وبثل ذلك ولا هم ينصرون مع ولا هم ينظرون هذا الترتيب جاءنا أيضا في سورة البقرة وفي سورة الأنبياء ينصرون قبل ينظرون فإذا تأمل الحافظ هذه المواضع متشابهة وربط بينها استطاع أن يضبط حفظه لأكثر من سورة بل سورتين ولربما ثلاث أحيانا ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل نحشرهم ويحشرهم نحشرهم ويحشرهم ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جاء هذا الترتيب في سورة يونس وفي سورة الأنعام بنفس هذا الترتيب ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم وقد يشكل أحيانا في نفس السورة أيهما أسبق فنحن نتذكر قاعدة الترتيب الهجاعي فالنون تسبق اليا فالنون تسبق اليا ومن ذلك مثلا ربط الموضع متشابه بأكثر من سورة ليست سورة ثانية بل ثلاث سور من ذلك فأنشرنا وما نحن بمنشرين مع وينشر هذه الكلمة بتقاسيمها جاءت في ثلاث سور متتابعات وينشر رحمته في الشورى فأنشرنا في سورة الزخرف فأنشرنا به وليس فأسكنناه وما نحن بمنشرين في سورة الدخان وليس وما نحن بمعذبين فربط هذه المواضع بعضها ببعض مما يعين الحافظ على عدم الخلط والخطأ ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل ولا تقربوا أولادكم من إملاق في سورة الأنعام مع ولا تقربوا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في سورة الإسراء ولا تقتلوا ولا تقتلوا في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء جاء ترتيب هذه المواضع بهذه الصورة ولا تقتلوا ثم جاء بعدها ولا تقربوا ثم جاء بعدها ولا تقتلوا ثم جاء بعدها ولا تقربوا أربع مواضع متشابهة جاءت في سورة الأنعام بهذا الترتيب ولا تقتلوا ولا تقربوا ولا تقتلوا ولا تقربوا نفس الترتيب هذا جاءنا في الإسراء أيضا ولا تقتلوا ولا تقربوا ولا تقتلوا ولا تقربوا فربط المواضع متشابهة بهذه الصورة مما يعين الحافظ على عدم الخلط والخطأ وبالتالي ينبغي لحافظ القرآن الكريم أن يعتني بالربط هذا ربط المواضع متشابهة سواء كان بين سورتين أو أكثر من ذلك أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة